اشتركوا في القناة وقال الرغم من ترجحات الاطباء بانها قد لا تمشي او ان تستطيع التحرك مجددا فاجأت جاكي كل من حولها بوقوفها بعد ستة اشهر من الحادثة ولكنها عاودت استعمال الكرسي المتحرك لثمان اعوام متواصلة لصعوبة اعتمادها على نفسها الا ان جاكي لم تستسلم طوال هذه الفترة وقبل عام من زفافها صممت على هدف اساسي الا وهو ان تقف مجددا وتمشي في زفافها ولعلها لم تحقق هدفها هذا فقط بل استطاعت ان ترقص الرقصة الاولى ايضا الى جانب عريسها فعندما دخلت جاكي امام الحضور برفقة جدها ووالدتها كانت على الكرسي المتحرك ولكنها سرعان ما اذهلت المدعوين وفاجأتهم عندما وقفت ومشت في هذه اللحظة بدت علامات التأثر على الحضور حتى ان العريس لم يستطع حبس دموعه هكذا وبفضل تمارينها ومواظبتها استطاعت العروس ان تقف طوال حفل الزفاف لمدة 45 دقيقة وفي الحفل الراقص الذي تلاه ايضا كذلك كان للعروسين الرقص الاولى فعليا اذ انهما لم يرقصا قط من قبل وارادت الام ان تخلد لحظة ابنتها وهي ترقص مجددا فعينت رساما قام بتجسيد المشهد بلوحة مذهلة وتصرح جاكي بانها مصممة على التمرن والعمل مجددا بالحزم نفسه كما قبل الزفاف وذلك كي تستطيع تدريجيا ان تعتمد على نفسها وربما تتخلى في يوم من الايام بشكل مطلق عن الكرسي المتحرك الذي جلست فيه لمدة ثماني سنوات